الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وغياثنا وغياث هذه الأمة رسولنا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أرسل إلي أحد الإخوة فيديو للوهابي الداعشي محمد بن شمس الدين وهو يرد علي في فيديو قصير يقول على أن الحديث حديث الأعمى أو حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف النقطة الأولى هذه من الذي يقول فيه ضعف هل هم خوارج السلفية الوهابية أم الحفاظ والمحدثين الذين نقلوا لنا هذه الرواية طبعا هذه الرواية يا أحباب جاءت من عدة طرق يعني ليست على طريق واحد وإنما تعدد الطرق الحديث وذكر في الجامعة الصغير للإمام الحافظ الطبراني وذكر في مسند الإمام أحمد وذكر في مسند السنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وذكر في كثير من السنن ومن كتب الحديث هذه الطرق على طريقين طريق جاءت ضعيفة وطريق جاءت حسنة والحسن حديث صحيح طيب نفترض أن جميع الطرق ضعيفة هل هو غير مقبول بالعكس هو مقبول لأن الحديث الضعيف مقبول ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره إذا تعددت الطرق إذا تعددت الطرق الحديث الضعيف صار هذا الحديث الضعيف حديث حسن لغيره فيصير مقبول تصوروا هذا إن قلنا بأن جميع الطرق ضعيفة لكن هذا الوهاب الخارجي محمد بن شمس الدين وغيره من خوارج السلفية الوهابية يخفون علينا أن المسألة الحديث ضعيف وم يتكلمون عن الطرق الضعيف التي جاءت من طرق هذا الحديث لكن الطرق الحسنة والتي موجودة في القامع الصغير للإمام الطبراني الإمام الطبراني حديث صحيح وهو صحيح وقال بعده وقد قرب هذا الحديث تصور أن الحافظ المحدث الطبراني يقول لك قد قرب هذا الحديث طبعا قرب في عهد الصحابة قرب في عهد التابعين قرب بعد ذلك وإلى يومنا ونحن نقرب هذا الحديث وهو من الأدعية حديث التوسل من الأدعية المستقابة مئة في المئة أو نقول مليون في المئة قطعا هذا الأمر الأول الأمر الثاني يقول على أن الحديث هو عبارة عن توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاء إلى النبي وطلب منه الدعاء أنا لا أنظر إلى هذه الفقرة قاء إلى النبي وطلب منه الدعاء هل دعا له النبي لا وهنا مكمن الفرس النبي لم يدعو له لو كان دعا له لقلنا على أنه توسل دعاء وأنه طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إذن الدعاء من الصالحين أن تطلب الدعاء من الصالحين لكن النبي صلى الله عليه وسلم ولكان الأمر ولكان الأمر هنا محصور بهذا الصحابي وليس للأمة الإسلامية طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أراد أراد أن يعلم أمته توسلا واستغاثة به صلى الله عليه وسلم تكون لجميع الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة ما أرد أن تنحصر في هذا الصحابي وما أرد أن يكون المسألة مسألة الدعاء فقط فقال له قل اذهب إلى الميضة توضى ثم قل الدعوات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك أتوسل إليك بنبيك شوفوا التوسل هنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بدعاء النبي كما يقول خوارج السلفية الوهابية المدلسين الكذابين المنافقين اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك بذات نبيك بقاه نبيك كلها تصح ثم قال بعد ذلك نبي الرحمة يا محمد هنا استغاثة الصحابي الآن الأعمى يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب عنه لأنه ذهب إلى مكان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه بداية النص توسل وفي آخر النص استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي ينادي سيدنا محمد أنه يتوجه به إلى ربه هذا هو نص الحديث فلما يأتي خارج يقول لي هذا دعاء ما آه إيش من دعاء أنا أكرر هذا النص سميه دعاء سميه ما شئت هو توسل واستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث اللهم إني أسألك وأتوسل إليك هذا توسل يا محمد هذه استغاثة تدليس حق خوارق السلفية الوهابية غير مقبول غير مقبول منقرد يريدون فقط أن يهربوا من النص النبوي وأن يدلسوا على العوام هذا كل ما في الأمر ثانيا استغاثة سيدنا بلال بن نبي صلى الله عليه وسلم في خلافة سيدنا عثماء عمر بن الخطاب والله لا عثماء لا عمر ولا ثبت هذا أساسا والله إنه ثبت وقولوا والله وبالله وتالله أنه ثبت عن سيدنا بلال وعن الصحابة أنهم توسلوا واستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حديث توسل بلال بن الحارث المزني سيدنا بلال الصحابة القليل وذكره الإمام الحافظ المحدث أمير المؤمنين في الحديث ابن حقر العسقلاني في فتح الباري وذكر هذه الرواية وصححها وذكرها بأنها من الأمور المجربة لم يقول هذا شيرك هذا دريع إلى الشيرك هذا الحديث يا أحباب حديث استغاثة سيدنا بلال بن نبي صلى الله عليه وسلم مشهورة في كتب المحدثين والحفاظ والفقهاء ما أحد عرق عليها وقال حذروا هذه الدريعة إلى الشيرك أبداً لماذا؟ لأن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت من الأمور الإسلامية الدينية عند السلف والخلف من أهل السنة والجمعة ومن غيرهم حتى يعني حتى ما أتت والله فرقة من الفرقة السابقة في عصر السلف أو من بعد عصر السلف جاءت وأنكرت هذا الأمر على المسلمين وعلى أهل السنة والجمعة أبداً إلا هؤلاء الشياطين خوارق السلفية الوهابية لتعلم يقيناً أن هؤلاء هم المبتدع الضالين المضلين المنحرفين يتصور الإمام الطبراني ممن قربها لأنه استغاث بالنبي الإمام أحمد حدث ولا حرق وأنا الآن تجد أنني أذكر عدة قصص من قصص السلف الصالح والصالحين في استغاثتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لتعلموا كمية الاستغاث التي كانوا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم أيش معنى يستغيثون يطلبون المساعدة من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطلبون وهو في عالم البرزخ وهو ميت كما يقول خوارق السلفية الوهابية ميت هو معنى أنه حي الميت معنى المنتقل إلى عالم البرزخ فهو حي صلى الله عليه وسلم يسمع ويرى ويساعد ويغيث كل من يطلب المساعدة منه عالم البرزخ ليس انقطاع بينه وبين الأحياء من هم في عالم البرزخ ليسوا منقطعين عنه هم منقطعين عن المبتدع والضالين المنحرفين مثل خوارج السلفية الوهابية إذا كان خوارج السلفية الوهابية يا أحباب النبي منقطع عنهم مناما فكيف سيرونه يقضى كيف سيرون أرواح الأنبياء والأولياء والصالحين كيف سيرون أرواح الملائكة لا يرون شيء خوارج السلفية الوهابية وهذا دليل على فسقهم وعلى نفاقهم وعلى ضلالهم وعلى بدعهم وبدعتهم وأنهم من أهل البدع ومن أهل الضلال الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفلتت إذا ضاعت دابة أحالكم في صحراء فقولوا يا عباد الله ليش ما قرأت الحديث من أوله؟ ليش ما قرأت الحديث من أوله؟ أيش الحديث؟ الحديث هذا سنأذي خلينا نكمل النقطة لنحن نتحرف بعد قليل فقولوا يا عباد الله أغيثوني من ينادي؟ عباد الله النبيين والملائكة والشهداء والصالحين كلهم لا الحديث فيه إن لله ملائكة شوفوا الكريم فإذا يا عباد الله يعني يا ملائكة ملائكة الحاضرين هذا إن صح يعني أيضا هذا الحديث فيه كلام ولا يصح عند كثير من العلماء هذا الحديث نفس الحديث توسل الأعماء مروي بعدة طرق يعني الإنسان إذا قاه وبحث عن هذه الرواية في كتب الحديث اكتب فقط نص الحديث يا عباد الله أغيثوني في أمهات الحديث سيجد أن هذا الحديث مروي بعدة طرق من ضمن هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا نص الحديث إذا انفلتت دابت أحدكم ما في ملائكة ولا في شيء ما في كما يقول لماذا تحرف ما فيش تحريف أنا ذكرت نص الحديث الصحيح وليس نص الحديث الضعيف نص الحديث الضعيف الذي ذكره هو أن لله ملائكة سيارة يكتبون ما يسقط أو كذا ثم قال فإذا انضاعت أو انفلتت دابت أحدكم في أرض فلينادي يا عباد الله أغيثوني هذه وحدة هذه رواية مذكور بعدة طرق هذه الرواية نفسها من عدة طرق الرواية الثانية كذلك من عدة طرق يعني ذكرها أكثر من طريق ذكرها أكثر من محدث ومن حافظ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفلتت هكذا إذا انفلتت دابت أحدكم في أرض فلينادي يا عباد الله أغيثوني إذا انفلتت أي ضاعت دابت أحدكم في صحراء فلينادي ما قالش فلينادي يا الله لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان فطرة الإنسان أنه يدعو الله تبارك وتعالى لكن النبي هنا يحثنا على طلب المساعدة من الناس الغائبين من الملائكة الغائبين من الجن الصالحين الغائبين يريد أن يبين لنا أن هناك أقوام لا نراهم ولذلك ورد في النص فإن لله عبادا لا ترونهم هذا ورد في النص نص الحديث مروي بعدة طرق هذا الحديث كذلك بعض الطرق ضعيفة وهي كما قلنا أكثر التي فيها إن لله ملائكة سيرة وبعض الطرق صحيحة يعني حسنة نفس المنوال حتى وإن جاءت جميع الطرق ضعيفة صح العمل بهذا الحديث والدليل أن السلف عملوا بهذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل إمام المحدثين إمام الحفاظ إمام أهل السنة ممن عمل بهذا الحديث واستغاث بعباد الله في الصحراء حينما أضع الطريق وهو لوحده الإمام الطبراني استغاث بعباد الله قال وقد قرب هذا الإمام شيخ الإسلام النووي ذكر هذا الحديث في كتابه الأذكار تصوروا كتاب الأذكار الذي حرفه اليوم خوارج السلفية الوهابية الطبع الجديدة حذفوا منه هذه النصوص حذفوا منه هذه الرواية مما يدل على أنهم مدلسين كذابين أنا وقت هذا الكتاب بتعليق عبد العزيز بن باز عد إلى كتاب الأذكار الطبيعي الصحيح النسخة القديمة موجود الحمد لله طبعا هي كثيرة بس هذه الرواية الحمد لله حتى الكتاب من تشر هذا الذي يعلق عليه ابن باز وحرفوا فيه حدفوا فيه هذا النص وهو إذا فلت الدبت أحدكم في أرض فلينادي يا عباد الله أغيثون ليش تحذفه إذا كانت منتش خائف يريدون من الأمة الإسلامية أولا أن تنعزل عن النبي صلى الله عليه وسلم تبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفر برؤية الأرواح أرواح الملائكة أرواح الأنبياء والصالحين والشهداء تبتعد بعد كبير إذا ابتعت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعدت عن الدين هذا كل ما في الأمر من هذه الروايات لتعلم يقينا أننا أمام فرق مارقة من دين الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إذن هذا الحديث يا أحباب كذلك حديث عباد الله غيثوني حديث صحيح لأنه حديث حسن بعض طرقه والحديث الذي بعض طرقه ضعيفة ترتقي إلى درجة الحسن لغيره لأن الحديث الضعيف إذا تعددت الطرق فيه في ارتقي إلى درجة الحسن لغيره فيكون الحديث معمول به موافق لعقيدة المسلمين وليس أصلا هذه المسألة مسألة أن تطلب المساعدة من البشر ليست من مسائل العقيدة عند أهل السنة إلا أن خوارج السلفية الوهابية جعلوا طلب المساعدة من أهل البرزخ متعلق بالعقيدة طلب المساعدة ممن هم في عالم الدنيا الأحياء الحاضرين من الفقه طيب وإذا كانوا غايبين من العقيدة شف على تدليس يعني حتى على مستوى أن هذه المسألة فقهية والعقيدية حرفوا فيها وابتدعوا فيها بدعا ما أنزل الله بها من سلطان أخيرا أختموا باستغاثة الإمام الطبراني للنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى هو واثنين من العلماء السلف ابن القارئ وابن أبي الشيخ وصلوا إلى المدينة زاروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم استغاثوا بالنبي يا رسول الله نحن قيعة ينادوه خاطم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أحد الأشخاص في المنام في نصف الليل وقال له لدينا زوار اذهب وأطعمهم هذا الرجل جاء إلى الإمام الطبراني وإلى هؤلاء وذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وأخبرهم بأنهم جيعفوا وقاء معه طعام أغاثهم النبي أغاثهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية من ذكرها شيخ الإسلام الإمام الحافظ الذهبي وشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر ابن القوزي الحنبري يعني أنا أكتفي بهؤلاء الاثنين فقط لأنهم من أئمة الحنابلة صور ما أذكر أئمة الشافعية وأئمة المالكية وأئمة الحنفية يكفي هؤلاء طبعا وغيرهم من أئمة الحنابلة استغاثة ولا مش استغاثة في حد قال حتى الإمام الذهبي حينما ذكر والله مع الرقب وقال هذا ذريع إلى الشرك أبدا يا أحباب نحن أمام فرقة مارقة من دين الإسلام خوارق أدلة أهل السنة والجماعة يا أحباب قوية أدلتهم فعلية لماذا نحن نثق بأننا من أهل الحق بحمد الله تبارك وتعالى وأننا على الصراط طالما أننا مع السادة الصوفية والأشاعر والماتريدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركون بحمد الله تبارك وتعالى نراه شبه يومي ويساعدنا نستغيث به فيغيثنا نطلب منه المساعدة فيساعدنا يأتينا يخبرنا نسلم عليه الحمد لله تبارك وتعالى النبي ما ترك أحبابه من يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا أحباب يرى النبي صلى الله عليه وسلم وسيخبرك النبي بظلال هؤلاء الفسقة خوارق السلفية الوهابية أنت ما عليك إلا أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومك أكثر من ألف شد على نفسك طالما أنك كنت من أهل الغفلة شد على نفسك باليوم ألف فأكثر وسترى النبي صلى الله عليه وسلم سيخبرك النبي صلى الله عليه وسلم من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطئ هذا باختصار هذا للعوام هذا لمن لم يفتح الله له بصيرته يالس لي مع هؤلاء الخوارق خلاص قليل دقن ومسلم ذي الخويصر التميمي كان مثل هؤلاء سأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية السلام عليكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة